بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الاخوة والاحباء اهلا بحركة في فيديو جديد في هدوء شديد رحلت عن عالمنا الفنانة شيرين سيف النصر الفنانة شيرين سيف النصر رحمة الله عليها مبتعد عن السحة الفنية بقالها فترة طويلة جدا حد شرف عنها حاجة بعيدة تماما على الأضواء وعن البرامج وعن الصخب الإعلامي والفني وحياتها الفنية كمان مرت بمراحل يعني عمل ثم توقف ثم عمل ثم توقف وهكذا ومن خلال هذا الفيديو السريع هنستعرض يعني المحطات الفنية في حياة شيرين سيف النصر والسيرة الذاتية بتاعتها انصح التعبير وهعرض لحركه في آخر هذا الفيديو تسجيل صوتي للفنانة شيرين سيف النصر يعقل انه هو آخر تسجيل صوتي لها وكانت بتتكلم فيه عن أمر يعني خطير جدا وهو تعرضها للخيانة أو للسرقة من إحدى صديقاتها المقربات لها جدا وكانت بتقول عليها صديقة عبرها وصديقة الطفولة في البداية شيرين سيف النصر مين هي؟ وإيه الأعمال الفنية اللي قدتها؟ هي موليد سنة سبعة وستين الف سعبية سبعة وستين واتولدت في الأردن مولودة في الأردن اسمها شيرين الهام سيف النصر والدها هو الصحفي المصري الهام سيف النصر وهو من صعيد مصر ووالدتها فلسطينية الجنسية من أسرة هاشم المقدسية يعني والدة شيرين سيف النصر الفلسطينية ووالدها مصري من الصعيد اتخرجت من كلية الحقوق جامعة عين شامس سنة 91 وبعد ما اتخرجت مباشرة سفرت إلى فرنسا قضت هناك بضع سنوات وقابلها المخرج يوسف فرنسيس أثناء وجودها هناك وعرض عليها أن تشتغل فيه المجال الفني لأنه كان شكلها ملفت وإزاي ما حاركوا عارفين إن هي كانت تتمتع يعني بقاسم كبير من الجمال والملامح الأوروبية فالحاجات دي بتستهوي اللي شغالين فيه مجال السينما وبالفعل وفقت وبدأت أنها تعمل فيه المجال الفني أو تعمل فيه الحقل الفني بعد سنوات قليلة من العمل فيه المجال الفني اعتزلت العمل الفني سنة 96 بعد ما قدمت مجموعة من الأعمال وطبعا ده كان بعد زواجها من أحد رجال الأعمال السعوديين هقول له حرارة كل وقت على أزواجها هيجوزة تلت مرات في حياتها وبعد كده رجعت مرة تانية اشتغلت شوية فيه المجال الفني تقريبا في 2010 أو 2011 وبعد كده اعتزلت مرة تانية العمل الفني وهجرت إلى الأردن عشان تستقر هناك وزيجات شرينسي في النصر أول زواج لها كان من رجل الأعمال السعودي عبدالعزيز الإبراهيمي واستمرت زواجها منه أو استمرت زواجها منه يعني سنوات قليلة وبعد كده انفصلت عنه وبعد كده اتجوزت بعديه المطرب متحة صالح واستمرت زواجه فترة بسيطة جدا شهور وأعلنوا الانفصال ثم تزوجت من أحد الأطباء اسمه رائف الفئي وبعد كده برضو انفصلت عنه الزواج ما استمرش يعني حياتها الزوجية ما كانتش مستقرة إلى حد كبير واللي عمل لها صدمة في آخر بقى انفصال حصل لها من هذا الطبيب ان ده أعقبه على طول بعديها وفات والدتها فطبعا ده عمل لها أزمة نفسية كبيرة جدا طبعا زي الفنانة شرينسي في النصر اشتركت فيه مجموعة من الأعمال الفنية أفلام ومسرحيات ومسلسلات الأفلام اللي اشتركت فيها الفنانة شرينسي في النصر زي ما انا هقول لحرق كل وقت اشتركت فيه أفلام الأستاذ والبحث عن طريق آخر والبلدوزر وأحلامنا الحلوة وسفينة الحب والعذاب وكلهم في جهنم والنوم في العسل ده كان مع عاد الإمام وسواء الهانم ده كان مع الفنان أحمد زاكي رحمة الله عليه وأمير الزلام برضو مع الفنان عاد الإمام وده فعلا آخر أعمالها السينمائية المسرحيات خد بالك من عيالك لعبة الحب والحنان وبرضو تمسرحية بودي جارد دي كانت مع الفنان عاد الإمام المسلسلات طبعا دي كان لها القاسم الأكبر طبعا في الحياة الفنية للفنانة شرينسي في النصر ده أكتر حاجة هي اشتغلتها العمل في التلفزيون المسلسلات المنتهم البريء العرض حلجي من الذي لا يحب فاطمة طبعا ده كان مع الفنان أحمد عبد العزيز والمسلسل ده حقق نجاح كبير جدا يا جماعة وطبعا كان انطلاقة كبيرة لكل اللي كانوا فيه منهم شرينسي في النصر غاضبون وغاضبات ده كان مع الفنان شريف مونير مذاكرات شوشو الملوى البنون على باب الوزير شقة الحرية والنوارس والسقور اللص الذي أحبه ده برضو كان مع الشريف مونير والوشاح الأبيض وصراع الأخوياء والبيضاء وأصعب قرار دي كانت يعني ملمح كده سريع عن فنانة شرينسي في النصر وحياتها الفنية القصيرة طبعا هي ما اشتغلتش كتير دي الأعمال الفنية اللي هي شاركت فيها وطبعا زيونة الحركة هي اشتغلت واعتزلت ورجعت تاني واعتزلت فيها حياتها الفنية حتى ما كانتش مستقرة لا حياتها الفنية ولا حياتها الاجتماعية أو الزوجية طبعا من خلال الفيديو ده بترحم على الفنانة شرينسي في النصر رحمة الله عليها ويعني بندعو المولى عز وجل أن يخفر لها ويرحمها وأن يسكنها في سيح جناته وسبب وفاتها جماعة برضو يعني لو حد مهتم منه يعرف كان هي كارت عادية جدا ولكن أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية والموضوع ده للأسف الشديد يعني بتبقى نتائجه سيئة ويعني في أغلب الحالات بيعقوبه الوفاة وده اللي يمكن نتكلم فيه الدكتور جمال شعبان أستاذ القلب وتحدث عن الحالة اللي تعرضت ليها الفنانة شرينسي في النصر حصلها هبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى توقف عضلة القلب وحدوث الوفاة رحمة الله عليها زي ما قلت الحضراتكو فيه تسجيل صوتي اتعرض للفنانة شرينسي في النصر خلال الساعات القليلة الماضية قيل أن ده آخر تسجيل صوتي لها وكانت بتحكي فيه وانا سمعه الوقت الحضراتكو كانت بتحكي فيه عن يعني أنها كانت موجودة مع إحدى صديقتها وكانوا بيتفرجوا على ماتش كورة يعني وصديقتها دي دخلت وقالت لها دخلت كانت طول صديقتي دي متعودة أنها تستلف مني حاجات طول صديقة عمري وصديقة الطفولة يعني ففيه صداقة ممتدة بينهم طول معتدة أنها تستلف مني حاجات تاخد مني حاجات وترجحها تستلف مجوهرات وترجحها لبس وترجعه حاجات من هذا القبيل يعني فبتقول أنها كانت دخلت قط النوم عندها فيه زي خزنة كده شكل شنطة معمولة كده أو خزنة بتقول أنها فجأت أنها بتندهلها بتقول لها أنت تسرقتي فبتقول لها إزاي ومش عارف إيه دخلت فجأت لقيت إيه محتويات الخزن دي بتاخده المهم الخلاصة طبعا بعد الشرطة ما جاءت ويعني شافت الواقع اتضح أن صديقتها دي هي اللي سرقتها بعد ما رفعوا البصمات والحاجات دي كلها فهي كانت بتتكلم بتقول يعني في الفيديو القصير ده ما تصقوش لحد وما تأمنوش لحد وكلام من هذا القبيل هسيبكوا بقى مع التسجيل الصوتي ده ونترحم جميعا على الفنانة شرينسة في النصر يتوفت يا جماعة عمر ناهز ستة وخمسين عام يعني كانت يعني صغيرة تعتبر بمقييس يعني الزمن طبعا ولكن ده هي ما تعزش على خلاقها زي ما بنقول يعني ولكن كان عمرها ستة وخمسين عام ده عشان بس نبقى أجملنا الموضوع كله هسيب حرككم مع التسجيل الصوتي ورحمة الله على الفنانة شرينسة في النصر اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاربع انا كنت قاعدة بتفرج على الماتش انا وصديقتي المقربة صديق الطفولة المفروض عادي بنتفرج على الماتش وبعدين في قوضة تغيير هدومي قوضة اخلت مفتاحها وقايتلي انا دخلي حاجة مستلفها من عندي هي متعودة تستلف مني سيغة تلبسها بالتفارو مثلا حاجات كده بقى زي اختي المهم فدخلت القوضة فقدت لي شرين الخزنة مفتوحة انت تسرقتي قلت لها لا يمكن اكيد انت من اللقبات قاعدتي والله جابت لي روحت شوفت الخزنة وجابت لي هي الخزنة دي عبارة عن شنطة زي الخزنة كده طريقة فتحها صعب او يلاقي لها مفتوحة طلبنا المدير اعمالي تصل بالمباحث جمشة كارين عالبيت عملوا تحرياتهم لأ واني مفيش كسر او حاجة في البيت وشلوا البصابات وكده وبعدين بالتحقيق معاها شافوا مين بيتردد على البيت ومين بيجي ومين بيروح وكده وبعدين بالتحقيق معاها اكتشفوا ان هي اللي سرقت جابوا جوارجية اللي هي سرقت اللي هي بععت لهم السيغة والحمد لله يعني السيغة رجعت والمباحث قامت بدورها شاكرين احنا احنا عندنا احصل مباحث في العالم الحقيقي الموضوع ما اخدش 48 ساعة فلكن بقول للناس ما تسقوش بقى في اي حد قريب منكو ابدا تاني عمروكو اشتركوا في القناة